اشتركوا في القناة بعد انتصار وتعادل لكل فريق في الزوز جولات الأولى واختبار مهم جدا للزوز فرق للوقوف على الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد تعليق سيكون ثنائي اليوم على هذا الكلاسيكو صحبة الزميل سامي بوازيز مرحبا بك حافظ مرحبا بكل السيد المشاهدين على القناة الوطنية الأولى في هذه القمة قمة الكلاسيكو نادي ريدي الاسفيقسي والنادي الافريقي نمشي لتشكيلة النادي الافريقي في حراسة المرمى عطفال دخيلي اسكندر العبيدي السامي الهمامي معزل حاج عليه يخذ مكان غيثة الزعلوني آدم التاوس رودريكو سي خليل قصاب ويسام يحيا يسين الشماخي آدم جرب وبسيرو كومباوري التشكيلة الاحتياطية أسامي الحنزولي مكرم المرزوقي جيادة ترابلسي منتصر بعزيز غيثة الزعلوني دوسر بن يحمد دريسة ابوبي حمدي العبيدي وأيوب مشارك هذه التشكيلة اللي يختار مشارعبها اليوم المدرب لسعد أدريدي في قمة مباريات الجولة الثالثة في هذا الكلاسيكو إن شاء الله يكون يفي بالإثارة وقمة قمة من نار في هذه الجولة الثالثة من الرابط المحترفة الأولى في ملعب الطيب لميري نمشي مع تشكيلة النيدي رياضي السفيقسي السامي وطبعا أيمن دحمان قيد فريق في حراسة المرمى ثم علمين محمد بن علي علي سار لأول مرة الجزيري صبري شريطية بشيكون على الجهة اليسرى لدفاع النيدي السفيقسي في محور الدفاع نلقاه كل من نور الزمان الزموري ومحمد علي الجويني ثم في وسط الميدان كينكسلي سوكاري كريس كواكو وليد القروي حسين بن علي وكذلك الأولى لمحمد سولة في هجوم النيدي السفيقسي الدولي الليبي صحبة اللعب فرس شوات إذن زوز من العبية وهما اللي يكونوا خط هجوم النيدي السفيقسي في هذه المباراة التشكيلة الاحتياطية محمد هادي قعلول كحرس مرمى احتياطي ثم أحمد عمار عزمي غومة محمد علي منصر غيث المعروف كينكسلي إيدو شادي الهمامي زكريا المنصوري وأيمن الحرزي هذه هي التشكيلة الاحتياطية للنيدي النيدي السفيقسي لإدارة تحكيمي يتكون اليوم من كل من صدق سالمي كحكم سحة يساعد كل من جمال الدرعي ورمز الحرش الحكم الرابع هو نبيل حمادي ومراقبة المباراة عوازة لترابلسي أكيد قلت قمة كبيرة هنا في ملعب الطيب الميري بين قلعة الأجداد السي اس اس وبين الغالي النيدي الافريقي في قمة مباريات الجولة الثالثة من الرابط المحترفة لكورة القدم وفي الحقيقة عودتنا مثل هذه المباريات بالأهداف كل ما كان في الطيب الميري أو في ملعب المرحوم حمادي العجربي برادس بين النيدي الافريقي والنيدي الرياضي السفيقسي قصة تحكى روايات عديدة ومباريات مسنفة على أنها الأفضل في الرابط المحترفة الأولى خاصة وقت لكل خسم النيدي الرياضي السفيقسي خسم النيدي الافريقي في ملعب الطيب الميري ونعرف جيدا ستة مباريات أخيرة لا تعترف بنتيجة التعادل بين قوي كورة القدمة للتونسية وأقطاب كورة القدمة التونسية النيدي الافريقي والنيدي السفيقسي و19 مباريات بالتمام والكمال أخيرة يعني شهدت أهداف بين النيدي الرياضي السفيقسي والنيدي الافريقي وإن شاء الله يكون لقاء مثير ولقاء يستمتع به كل السادة المشاهدين على القناة الوطنية الأولى حافظ بالفعل إذن هو كلاسيكو الأهداف سامي 271 هدف تسجلوا في كلاسيكو النيدي السفيقسي النيدي الافريقي والأسبقية على مستوى التهديف كانت للنيدي الافريقي 160 هدف بينما سجل النيدي السفيقسي 111 هدف في هذه الكلاسيكويت كل اللاعبين موجودين على أرضية الميدان هذا حكم المباراة صادق السالمي ثالث مباراة على التوالي منذ انطلاق البطولة هذا الموسم سيعطي إشارة الانطلاق لهذا اللقاء ولهذا الكلاسيكو بين النيدي السفيقسي والنيدي الافريقي وطبعا عودونا زوز فرق دائما بحجم لعب ممتاز كذلك إلى جنب الأهداف وطبعا بالجملة الكوروية الممتازة إن شاء الله اليوم نشاهدوا كل هذا في هذا اللقاء رقم 133 بين الفريقين كلاسيكو عريق جدا عنده تاريخ كبير بين النيدي السفيقسي والنيدي الافريقي مرة أخرى أمامكم الحكم صدق سالمي بعض الترتيبات الخاصة طبعا بهذه المباراة خاصة على مستوى طبعا المستطيل الأخضر وحافة الميدان لابد ما يقعد في الميدان إلا الموجودين على ورقة المباراة طبعا نحكي على المستطيل الأخضر وكذلك صدق سالمي بطبيعة بشيغطي إشارة الانطلاق في هذه الآوينة إذن انطلاق اللقاء السامي بين النيدي السفيقسي وضيفه النيدي الافريقي على الكرة الأولى في مناطق النيدي السفيقسي ترجع إذن برمي التميس والأفريقي بجيل جديد من اللاعبين في هذا الموسم طبعا نحكيه أكثر عن بعض الغيابات الخاصة بالنيدي الافريقي ولكن ثم تطعيم من خاصة أصناف الشبان ولسعد دريدي منذ السنة الماضية والموسم الماضي كان قدم عديد الأسماء اليوم كذلك أسماء جديدة في الافريقي الكرة في وسط الميدان ثم في راس شواطي حاول لكن ترجع الكرة كريس كواكو ثم نور الزمانة زموري الدقيقة الأولى في هذا اللقاء محمد علي جويني يلعب كرة على اليمين تويلة وتخرج إلى التميس لصالح النيدي الافريقي والكرة كانت باتجاه محمد سولى الدولي الليبي أول مباراة مع النيدي النيدي السفيقسي هذا اللعب هو من أول انتدابات النيدي تقريبا في شهر أكتوبر سامي وأول لقاء لمحمد سولى وكذلك لشرائتية الظهير العيسر الجزائر ينتبعوا العملية للنيدي السفيقسي محمد سولى والراية من مساعدة الحكام الكرة ترجع لصالح النيدي الافريقي أكيد كيف حكيت حافظ أنت على الغيابات والمقارنة بالتشكيلة اللي نزلت ضد اتحادها طويل كذلك النيدي الافريقي في مقارنة بالمباراة للفارطة في ملعب حمد العويني بالقيروين سوص تغييرات على مستوى التشكيل الأساسية معزل حاجة عليه يخذ مكين غيثة زعلوني على المستوى اللي جاء اليمنى ورودريك كوسي مكين أحمد خليل كانت تعرض للإصابة في المباراة للفارطة الفارطة اللي يعرف كيفيش النيدي الافريقي يخرج بها بنقاط الانتصار ترجع الكرة لفائدة للنيدي رياضي السفيقسي ورد القرية وتدخر من وسام بن يحيا والحكام صادق السلم يقول مخالفا لفائدة النيدي رياضي السفيقسي ترجع الكرة من كريس كوكو تمشي إلى النيدي رياضي السفيقسي الكرة دائما ترجع للنيدي الافريقي سامي الهمامي سامي الهمامي وسكندر العبيدي شكل ثنائي محور الدفاع النيدي الافريقي في هذه القمة في قمة كلاسيكو طايب لميري بين النيدي رياضي السفيقسي والنيدي الافريقي النيدي الافريقي في المباراة الأولى في ملعب البنزة كان تعادل مع الصعد الحديث في الربطة المحترفة الأولى مستقبل الرجيش وفي مباراة الثانية ينتصر في ملعب حمد الأعواني بهدفين مقابل هدفة في حين النادي رياضي سفيقسي كان انتصر هنا في ملعب الطيب الميري في الجولة الأولى على حساب الاتحاد رياضي المونستيري هدفين مقابل هدف في مباراة الفارتا أنت تنتيج اتحاط تطوين بالتعادل السلبي هذه مباراة يعني اول مباراة النادي رياضي سفيقسي وكذلك النادي الافريقي وقمة مبكرة بصراحة قمة شفناها في الموسم الماضي يعني في الجولة قبل الأخيرة اليوم اليوم بصفة مبكرة قمة شالت فيه بوعود على مستوى الأرقام على مستوى المعطيات وكذلك على مستوى الأداء والنتيجة لك للفريقين ترجع لكرة كينغ سلي سوكاري سوكاري دور بالكرة معاوي السم بن يحيي الجولدن بوي يدخل على كينغ سلي سوكاري والمخالفة لفائدة النادي الرياضي السفيقسي اليوم القصاب فير آيمن مكان الزعلوني والحاج حسن في الوسط معاوي السم وردريك كوسي هذه التغييرات بالنسبة التكتيكية للمدرب لسعد دريدي موش غريب على أجواء سفيقس وهذه الكرة والتسويب من فيرسوات تتلعب بسرعة محاولة اختيرة لفائدة النادي الرياضي السفيقسي فيرسوات تلعقد للحسن التي تدي في هذه إعادة بالسورة وأول محاولات النادي الرياضي السفيقسي فرصة اختيرة وفي موقع ممتاز كان فيرسوات قلت العقد من التجربة السعودية مع فريق أبهك أبهما يكون مع النادي الرياضي السفيقسي يعني بين الذهاب والأييب سجل فيرسوات أربع أهداف أهداف ضد ملانجل زنجباري في زنجبار وكذلك هدفه هنا في ملعب طيب الميري ينضيفونهم زوس أهداف في البطولة تقريبا الحسن التهديفي يعود لفرسوات مع النادي الرياضي السفيقسي فعلا هدف النادي السفيقسي إذن فرسوات أول فرصة في المباراة مشاهدين الكرام كانت لهذا اللاعب ولكن التزديدة كانت ضعيفة ومرت جانبية والكورة تعود لسالح النادي السفيقسي على مستوى وسط الميدان كريس كواكو كيف كيف ثمزوز غيابات على مستوى تشكيلة سنيس بوجلبين وعماد بن يونس صبري شريتية اخذاء مكانه مكان حسيم دكدوق على الجهة اليسرى لدفاع النادي السفيقسي ومحمد سولى الليبي مكان كينغ سلي إيدو هذه التغييرات بالمقارنة مع المباراة الأخيرة ضد انتحات تتوين والكورة يأخذها في راس شوات ثم كينغ كينغ سلي سوكاري يلعب كورة على الإسار الشريتية يوزع توزيع ممتز الهدف الأول لسالح النادي رياضي السفيقسي الهدف الأول لسالح النادي رياضي السفيقسي عن طريق فراش شوات كنا نحكيه عليه وتوزيعها كانت ممتزة جدا من مدفع النادي السفيقسي من وليد القروي عفواً مش صبري شريتية وليد القروي هو لوزع الليسار وطبعاً شوفوا الإعادة وليد القروي وفراش شوات بالرأس إغالة الدفاع والحارس ويفتتح النتيجة لصالح النادي رياضي السفيقسي تتغير منذ دقيقة السيدس إذن تتغير النتيجة هنا في منعبة طيب المهيري بتقدم النادي السفيقسي عن طريق فراش شوات الهدف الثالث على مستوى البطولة والهدف السابع في مختلف المسابقات باعتبار الربعية اللي سجلها في الشامبينز ليغ الأفريقية فراش شوات يعود بقوة هذا الموسم في هجوم النادي رياضي السفيقسي بعد تجربة في المملكة العربية السعودية هدف مقابل صفر تتغير النتيجة لفريق عاصمة الجنوب وهذا هجوم ثاني والبداية قوية للنادي السفيقسي حسين بن علي حسين بن علي يحب لكن الدفاع يدخل والمخالفة لصالح الدفاع النادي الفريقي ترجع الكورة إذن بمخالفة بعد هدف أول لصالح النادي السفيقسي وتوزيعة كانت من وليد القروي في اتجاه في راس شوات يغالط الدفاع والحارس يصعد بالرأس يسجل ويفتتحها النتيجة للنادي السفيقسي ترجع الكورة للإفريقي من جديد يتدخل دفاع النادي السفيقسي عسين بن علي في وسط الميدان يرجع بالكورة ورائية نور الزمان الزموري نور الزمان الزموري يمشي للحارس أيمن دحمان ترجع الكورة لنور الزمان يضغط النادي الأفريقي يصعد بأربع خمسة ملاعبية يحاول افتكاك الكورة في منطقة متقدمة لكن النادي السفيقسي أحسن انتشار وتنظيم حتى الآن منذ بداية المباراة كورة عند حسين بن علي حسين بن علي يتقدم يحاول يرجع بالكورة ثم كريس كواكو وبناء العملية الهجومية يدرج النادي السفيقسي بالكورة وكل لعبي الأفريقي يرجعوا لمواقعهم الدفاعية والكورة عند نور الزمان الزموري سبعة دقايق بالضبط منذ انطلاق المباراة والنتيجة تتغير منذ الدقيقة الساتسة يعني بداية الدقيقة الساتسة بهدف مقابل صفر لسالح النادي السفيقسي والكورة على اليمين الهجوم لفريق النادي سفيقسي محمد السودة ولكن ثم مخالفة علموا عليها مساعد الحكم ثم الحكم اذا لسالح النادي الفريقي تتغير نتيجة سيمي هدف مقابل صفر يبدو نادي سفيقسي يعني أحسن تنظيما في بداية هذه المباراة بالفعل حافظ يعني افتتاح انتجا بصفة مبكرة للسي اس اس على حساب النادي الافريقي في هذه القمة وممكم لسعد الدريدي كيف سيتعامل النادي الافريقي مع قدم الدقائق بعد هدف المبكر لفرص شوات في شيباك الحارس عادف الدخيري منذ الدقيقة لسيسا نادي نادي سفيقسي تغيرت الانتجا هنا في ملعب الطيب الميريو كما قلت قوة يعني هجومية ضرب النادي الاسفيقسي وعودة الفورما لهدف المنتخب التونسي سابقا فرص شوات فرص شوات يعني يفتتاح انتجا لفائدة النادي الاسفيقسي مراخنا كرة عند فرص شوات مع اسكندر العبيدي الكنترول بزر يرجع الكرة اسكندر العبيدي الى باصيرو كونباوري باصيرو كونباوري البوركينابي البوركينابي سجل ثمانية اهداف بيالوين النادي الافريقي الموسم الفارت ترجع الكرة من جديد سامي الهمامي الى عدم التاوس يمشي الاسكندر العبيدي اسكندر العبيدي اسكندر العبيدي يلعب الكرة مع خليل القصاب القصاب يرجع الاسكندر العبيدي اسكندر العبيدي فما سامي الهمامي يطلب الكرة يمشي الوسام بن يحيا ويسام بن يحيا خليل القصاب خليل القصاب يدور بالكرة بلمسة واحدة لوسام بن يحيا ويسام بن يحيا يطور الكرة في اتجاه باصيرو لكن قبل الدفاع النادي الرياضي الاسفيقسي يمشي من جديد الكرة عند النادي الرياضي الاسفيقسي حسين بن علي يلعب الكرة مع محمد بن علي محمد بن علي والتميس لفائدة النادي الرياضي الاسفيقسي بصراحة النادي الرياضي الاسفيقسي قاعد يهاجم باستمرار على مستوى الهجوم بالنسبة للنادي الرياضي الاسفيقسي في حين النادي الافريقي ما زالت المحاولات الهجومية لم تأتي بعد بالنسبة لتشكيلة لسعد الادريدي ترجع على كرة مجديد حسيم داكدوغ محمد علي الجويني الجويني تمشي الكرة إلى محمد علي الجويني مجديد الجويني يطول الكرة في انتجاه حسيم بن علي حسيم بن علي الكنترول خطأ الكرة في التماثل لفئدة النادي الافريقي اسكندر العبيدي اسكندر العبيدي يبحث عن الحلول النادي الافريقي بعد التأخر منذ دقيقة على مستوى النتيجة ويسام بن يحيا ويسام بن يحيا والمخالف يقول الصدق السلمي لويسام بن يحيا تقريبا ويسام بن يحيا أكبر لاعب على الميدان 36-23 أكيد الكرة ترجع من جديد للنادي الأفريقي سامي الهمامي تضرب الكرة في رشوات وتخرج تميس لفائدة النادي الأفريقي هو من الصدف سامي يعني عيد ميلاد ويسام يحيا كان يوم 9 سبتمبر ووقتها كان لقاء كذلك من الصدف مع النادي ريدي السفيقسي في طارب وطولة الموسم الماضي ترجع الكرة إذن لصالح النادي الأفريقي لكن ثم مخالفة مخالفة في مناطق النادي ريدي السفيقسي يعني لعب الخبرة والتجربة والأخلاق العالية كنا نحكيه على ويسام يحيا لعب مثال نجمه قوله تقريبا في كل على جميع المستويات وهذا ما خلاه حتى الآن مازال في ميادين كورت القدم رغم التقدم يعني في سنة 36 سنة قاعد فريق وقعد يقدم في مردود يعني مع تشكيلة النادي الأفريقي ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح الأفريقي التنفيذ سيكون لأيدام تاوس الظاهير العيسر واحد من الملاعبين الشبين اللي اكتشفهم النادي الأفريقي في الموسم الماضي أيدام تاوس اللاعب رقم 21 في تنفيذ المخالفة قريبة من مناطق النادي النادي سفيقسي أيدام تاوس يرفع الكورة والجي عند ويسيم يحيا يعود يخرج كورة لكن خرج الكورة ضربة مرمى لصالح النادي النادي سفيقسي ضربة مرمى بعد الكورة الأخيرة هذا هو كابتن الأفريقي ويسيم يحيا التوقيت 12 دقيقة منذ انتلاق المباراة والكورة ستعود لصالح النادي النادي سفيقسي استراتيجية الاعتماد على الشبان نقطة التقاب بين الفريقين منذ الموسم الماضي بروز أسماء عديدة في النادي سفيقسي على غرار محمد علي ترابلسي أشرف الحباسي على أغرام عزمي غومة عبدالله العامري كلها أسماء ظهرت في تشكيلة النادي النادي سفيقسي ذي كورة عند حسين بن علي لكن تخرج إلى تميس والتميس للأفريقي قلت إذن عديد الأسماء كيف كيف يعني من لعبية أظهروا مخزون كوروي مهم جدا مارج بروغليسيون كبيرة ياسر كذلك وكيف كيف في النادي الفريقي ورغم الصعوبات لمن ربيع الفريق في الموسم الماضي اكتشاف كذلك جيل جديد من اللاعبين الشباني اللي يظهروا قدرات فنية ممتازة وأثبتوا حقيتهم بالانتماء إلى الفريق الأول على غرار أدم طاوس وجدي السحلي اسكندر العبيدي خليل القصاب شهيب الصالحي والحارس كذلك نوردين الفرحاتي يعني أسماء أكيد بشكون عندها مستقبل كبير سيمي في كرة قدم التونسي أكيد يعني مستقبل كل فريق سواء النادي الاسبيقسي أو النادي الافريقي في شبانه وهذا اللي شفناه أيضا شبان عديدة هي شبان بالنسبة للنادي الافريقي في ذل عقوبة المنع يعني النادي الافريقي يعول على المخزون الذاتي ترجع الكورة ويسام بن يحيا يلعب الكورة مع سيمي الهمامي سيمي الهمامي يرجع الكورة في مبدأ السلام الحارس مرمي عطفة لدخيل بلمسة واحدة إلى اسكندر العبيدي اسكندر العبيدي يراغ اسكندر العبيدي يراغ حسين بن علي يطول الكورة تولى في تجاه باسيروكم باوري تمشي الكورة للسارفات النادي الافريقي والتدخل التدخل من نور الزمان الزموري على إدمالتاوس وقدم ياسين الشماخي مهجم النادي الافريقي سجلس أهداف مرمى الشبيب الرياضية القيروانية وعودة الفورمة بنسبة لياسين الشماخي ترجع الكورة رودريك كوسي إلى سيمي الهمامي يطول الكورة سيمي الهمامي في التجاه ادم قرب ترجع الكورة من جديد لفائدة النادي الافريقي خليل القصاب خليل القصاب بمبدأ السلام يرجع الكورة إلى حارس عاطفة دخيلي من الحراسة المتميزين يعني الأول في المحاضرة نظافة شبكو الموسمة الفارت بأربعة تاشن كلينشيت بعد الحارس في الضفة المقابلة أي من دحمين بثلات تاشن كلينشيت ورد الثالث للبشير بن سعيد حارس الاتحاد رياضي المنسيري بأربعة تاشن كلينشيت ترجع الكرة من جديد إلى رودريك كوسي يتأول الكرة رودريك كوسي تمشي للنادي الأفريقي مجالي سر تمشي التوزيع من نادي متاوس ترجع من جديد لكينغ سلي سوكاري لمحمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي اللعب السبق للملعب التوسي ومؤمن للجيء اليمين بالنسبة للنادي رياضي السفيقسي تأول الكرة في اتجاهها في راس شوات في راس شوات في راس شوات معها خليل القصاب في راس شوات في راس شوات يبحث الحرور يقل حل عند سابري شريطية سابري شريطية في اول ظهور له على وسط الجيل اليسر يعوذ حسيم الدكدوك سابري شريطية متدابات لدي رياضي السفيقسي كيف وكيف زكريا المنصوري من فريق بارادو الجزيري منجم لتكوين الملعبية في الجزير ترجع الكرة مجديد إلى وليد القروي وليد القروي مع اسكندر العبيدي أمنة لتقتيها الدفاعية اسكندر العبيدي والحكام صادق السلمي يقول تميس لفائدة النادي الافريقي في توقيت 16 دقيقة لعب والتقدم الزيال الآن بالنسبة للنادي رياضي السفيقسي سحب الهدف في راس شوات في الدقيقة السادسة أرجع الكرة للنادي الافريقي سيميل همامي تويلة في اتجاه ياسينة الشماخي ياسينة الشماخي يتدخل على كريس كواكو الحكام صادق السلمي يقول مخالفة لفائدة النادي الرياضي السفيقسي مخالفة للنادي الرياضي السفيقسي أمامكم على الصورة كريس كواكو وليد القروي يتنفذ بسرعة المخالفة تمشي لسبري الشريطية سبري الشريطية يسوب بكل قوة ترجع الكرة والحارس عاطف الدخيلي عاطف الدخيلي الدخل قدام محمد بن علي ساحب التسويب الأخير كن محمد سولى محمد سولى أيضا في أول مباراة لي كيف وكيف سبري الشريطية حافظ المباراة إذن محمد سولى من موليد 29 جولي سامي 1993 27 سنة قلت هو أولى انتدابات النادي الرياضي منذ شهر اكتوبر متوسط ميدان الهجومي يلعب مهاجم على الرواق كذلك بالنسبة لسولى لعب أهل طرابلس الليبي وجاء للنيدي سفيقسي من الرفاع البحريني لعب كذلك لفيدة المحرق وكذلك الخليج السعودي والكرة لصالح النيدي سفيقسي ترجع من نفس هذا اللاعب محمد سولى اللي كان تعرض لإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الليبي في مباراة غينيا الاستوائية خلال شهر نوفمبر في ترتصفية كاسو من أفريقيا المقبلة وإصابة أجبرته على التغيب في اللقاية الأولى لبطولة هذا الموسم ترجع الكرة لصالح النيدي الافريقي من جديد لحرس المرمى عاطف الدخيلي عاطف الدخيلي يلعب الكرة مع آدم التوس أو اللعب المحور السامي الهمامي يرفع كرة طويلة ثم نور زمانة زموري في المتابعة يخرج كرة إلى التميس يمشي لها اللعب آدم التوس ينفذ التميس ويسم يحيى يلعب مع رودريق كوسي اللعب البنيني 20 سنة بالنسبة للعب الافريقي كرة منزلت لي صالح النيدي الافريقي عن طريق اللعب خليل القصاب التوسيحة وممتازة جدا ممتازة من باسيرو وكمباوري وكذلك تعلق الحارس تصدي ممتاز جدا وبراد عالمية من عيمن دحمان يخرج كرة شوفوا الإعادة والقصاب يوزع وشوفوا الارتماء بالرأس من باسيرو وكمباوري وشوفوا الريفليكس مثل الحارس عيمن دحمان يخرج كرة إلى الركنية عملية ممتازة وتعلق كبير لحارس النيدي سفيقسي وكذلك ارتماء جميلة لباسيرو والبوركيني مهاجم النيدي الافريقي تتفذ الركنية ويخرج مرة أخرى الحارس عيمن دحمان يخلي فريقه في المباراة إذن بالتقدم هدف مقابل سفر بعد تصدي ممتاز جدا وتأكيد للكلام اللي كان يقول فيه سامي على حرس المرمى عاطف الدخيلي أحسن كلين أكثر لعب عمل كلينشيت في الموسم الماضي وفي المرتبة الثانية أيمن دحمان ب13 كلينشيت ومن فعل مش مليوم تعلق الحارس أيمن دحمان وكذلك الحارس عاطف الدخيلي مباراة حرس اليوم في هذه القمة قمة الكلاسيكو طايب لميري بين النيدي سفيقسي والنيدي الأفريقي محاولة اختيرة جدا للنيدي الأفريقي باصيرو كونبوري كاد يعادل للانتجة للنيدي الأفريقي لحد الآن قمة يعني تفي بوعودها على مستوى الفرص على مستوى أيضا حاضر الأهداف منذ دقيقة للساتس عن طريق فرص شوات إن شاء الله التشويق الإثارة تتواصل في هذه القمة وأكيد المستفيد هو المستفيد المستفيد واحد القاعد يتبع فينا على القناة الوطنية سامي الهمامي إلى اسكندر العبيدي اسكندر العبيدي يدور بالكرة يرجع الكرة إلى سامي الهمامي سامي الهمامي تول الكرة تولى في قيف تجي آدم للتاوس يمشي معه محمد بن علي محمد بن علي محمد بن علي يدور بالكرة محمد بن علي يضرب الكرة ترجع من جديد من نور للزمان الزموري تخرج تماث لفائدة النادي الأفريقي النادي الأفريقي بعد الهدف نشوفه في ردة فعل يعني أول ردد فعل كانت عن طريق بسيرو كونباوري البوركيني كمحاولة اختيرة وأيمن دحمين تألق كأبها ما يكون قدام الفرصة ترجع من جديد لفائدة النيدي رياضي الأسفيق سينور الزمان الزمولي القادم في 2018 من الجمعية الرياضية بيشربا السادق السلمي يقول مخالف على ويسام بن يحيا الأكثر نعباً للمباليات مع النيدي الأفريقي الكلدن بوي ويسام بن يحيا ومخالفة أخرى بالنسبة للنيدي الأفريقي والمنفذ ذواحد كالعادة على مستوى الجائل يصار إدمالتاوس إدمالتاوس بشي نفذ المخالفة لفائدة النيدي الأفريقي فهل ستأتي هذه الكرة الثابتة بجديد على مستوى الانتجا إدمالتاوس قداموا اللعب صبري الشريطية نفذ المخالفة المخالفة ومحمد بن علي محمد بن علي يحط الكرة في الركنية لفائدة النيدي الأفريقي تحرك هجوم النيدي الأفريقي في هذه اللحظات يعني بعد هدف فرص شوات منذ الدقيقة السيدسة والثالث أهداف فرص شوات في البطولة في الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم وعودة قوية من بياب الكبير بعد الإعارة في فريق أبهل سعودي الركنية ويسام بن يحيا ويسام بن يحيا يرفع الكرة ويخرج أيمن دحمين لكن قبل يقول مخالفة على أيمن دحمين الحكم للصادق السلمي إن شاء الله سلامات لحارس المنتخب الوطني إلى تونسي أيمن دحمين قلت أيمن دحمين عطف الدخلي مستقبل يعني مستقبل كرة القدمة التونسية سواء مع النادي النادي الأسفيقسي أو مع النادي الأفريقي زوز حراس من تينة الكبار يعطوا الفرقهم الكثير والكثير أيمن دحمين وكذلك عطف الأدخلي إن شاء الله سلامات للحارس حارس للنادي النادي الأسفيقسي ممكن على السورة أيمن دحمين اللي يدرج يعني في الفئات السنية مع النادي النادي الأسفيقسي إن شاء الله سلامات قلت مباراة إلى حد الآن حافظ يعني فيها مستوى محترم جدا يليق بمستوى وعراقة كرة القدمة التونسية سواء النادي الأفريقي أو كذلك النادي النادي الأسفيقسي في انتظار أنه نشاهده فرص أكثر ونشوفه أيضا الأهداف أكثر في هذه القمة فعلا في انتظار فرص أكثر سيمي وكذلك في انتظار ربما الريتم يكون أسرع يعني وأقوى في هذه المباراة طبعا اللعب متوقف الآن ثم اللعب كان يتلقى في الإسعافات والكرة الحقيقة هو اللعب أيمن دحمان الحارس لابد أن يتلقى الإسعافات على داخل الميدان يعني إن شاء الله لباس بالنسبة لحارس النادي النادي الأسفيقسي وهذا أمامكم كينغ سلي سوكاري في حديث مع المدر بنيس بوج البين الكرة ستعود لصالح النادي الأسفيقسي والجانب من بنك الاحتياط عيمة بن يونس وكذلك المعد البدني وسيم معلة وعودته هذا الموسم للنادي النادي الأسفيقسي ترجع الكرة بمخالفة إذن لصالح النادي الأسفيقسي أيمن دحمان يرفع الكرة طويلة في تجاه سولة محمد سولة لكن يأخذ الكرة شوات ثم الآن محمد سولة يلعب كجنيح أيمن اليوم محمد سولة لعب عنده ممكنية كبيرة يعمل المراوغة الأولى والثانية ويوزع والدفاع يتدخل دفاع النادي الأفريقي بعد كرة إلى تميس عن طريق إسكندر العبيدي إذن هذا أمامكم عاطفة خيلي في الجهة المقابلة كنا نحكي على أيمن دحمان والتميس لصالح النادي النادي الأسفيقسي بعد العملية الأخيرة التي كانت من ليبي محمد سولة ترجع له الكرة الآن محمد سولة ويحاول يعمل المراوغة ولكن الكرة تخرج هذه المرة لصالح النادي الأفريقي والمدافعة التي كانت في المتابعة منذ قليل هو السيمي الهمامي آخر كرة يعني لخرجة إلى تميس إذن ترجع الكرة لصالح فريق النادي الأفريقي تقريبا في 24 دقيقة لعب منذ بداية المباراة النادي أسفيقسي متقدم في النتيجة منذ الدقيقة الخامسة عن طريق فرس شوات بتزديدة رأسية بعد توزيعها كانت ممتازة من لعب الوسط وليد القروي والكرة تبقى في التميس لكن لصالح النادي أسفيقسي هذه المرة النادي أسفيقسي يغيب عليه كل من هاني عمامو بعد ما أصيب بالكورونا لباس الآن ولكن عاد إلى التمرين بسفة متأخرة في يوم الخميس فقط فربما كان سجهز بدنيا للمشاركة في هذه المباراة كذلك تواصل غياب حسين دكدوغ لأسباب صحية ومحمد علي الترابلسي متوسط الميدان والمنتدبل جديد القابوني مالك إيفونالي كذلك كان أصيب خلال التمرين وربما من ذات الأسبوع من الرحة بعد هذه الإصابة الكرة ترجع من دفاع النادي الأفريقي في وسط الميدان الترويذ بالصدر من كينكسلي سوكاري يلعب الكرة مع شرايتية تتفكر الكرة ترجع من رودريكو سي البنيني يخو مكان لعب أحمد خليل اللي أصيب في لقاء الشبيبة في وسط الأسبوع والكرة تخرج إلى التميس كرة من كينكسلي سوكاري في مناطق النيدريدي سفيقسي ويتفذ التميس خليل القصاب يلعب كرة مع اسكندر العبيدي ثم سيمي الهمامي اسكندر العبيدي العبيدي عنده الكرة لعب محور الدفاع يتجدد مرة أخرى بين اسكندر العبيدي وسيمي الهمامي بعد مشاهدنا أحمد خليل كذلك العب سيمي على مستوى محور الدفاع يضطر كل مرة لسعد الدريدي في ظل الغيابات العديدة أنه يستعمل بعض اللاعبين حتى في مراكز مش مراكزها وذكورة في مناطق النيدس فيقسي ترجع من الدفاع نكمل ونطبع العملية لصالح الأفريقي وسيمي يحيى ومعاه في المتابعة المدفع محمد علي شويني وتزديدة جانبية التزديدة جانبية بقليل كانت من اللاعب يسين الشماخي الساحب الثنائية في القيروان والكورة جي بركنية سامي لصالح النيدي الأفريقي في توقيت 26 دقيقة في الفترة الأولى من هذه المباراة أكيد قد نشوف في النيدي الأفريقي في هذه اللحظات قد يضغط على دفاع النيدي الرياضي السفيقسي محاولة بعد محاولتكم باوري جي محاولة تخرج شماخي الشماخي كورتو تضرب في مدافع النيدي رياضي السفيقسي وتخرج ركنية كالعادة الإخصائي نمبر وان في تنفيذ الركنيات والمخالفات أمامكم على الصورة ويسام بن يحيى ويسام بن يحيى نفذ الركنية تمشي الكورة من جديد نور الزمان الزموري بعد اختار ترجع الكورة لفائدة النيدي الأفريقي أمامكم على الصورة آدم قرب تقريبا أصغر ملاعبي موجود في تشكيلة النيدي الأفريقي وفي المباراة 27 سنوة وسبعة أشهر أكيد من شبان النيدي الأفريقي اللي عاول عليهم المدرب لسعد الدريدي تنفذ التماس إلى بصيرو كومباوري ترجع من كريس كواكو من جديد لكورة في التماس لفائدة النيدي الأفريقي زال يحاول النيدي الأفريقي يميني سار على ويهتدي إلى الشباك الحارس أيمن دحمان آدم التاوس لكن الحكم صادق السلمي يقول المرة التماس لفائدة النيدي رياضي الأسفقسي ومحمد بن علي ابن البقلوة اليوم بألوان النيدي رياضي الأسفقسي ترجع الكورة من نور الزماني للزاموري لا تصلش لكورة الفرسوات ترجع من رودريكو سي ثم كريس كواكو من جديد الكورة لفائدة النيدي رياضي الأسفقسي في رس شوات والتدخل من سكندر العبيدي الكورة يقول لمسة في يد اللاعب في رس شوات تنفذ من مكانها من حكم الصادق السلمي أمامكم على الصورة الصادق السلمي من رابط الجهوية بالقيروية لكورة القدم الصادق السلمي حكم دولي في هذه القمة نفذ المخالفة ويلة في اتجاه أدمال تاوس والكورة تخرج تميس لفائدة النيدي رياضي الأسفقسي إن شاء الله يرتفع النسق ولو أنه النسق انخفض حافظ في مقارنة مع بداية الدقائق الأولى في هذه القمة قمة كلاسيكو وطيب لمهيري بين النيدي رياضي الأسفقسي والنيدي الأفريقي والتقدم ما زال آني هدف مقابل سفر هدف رس شوات منذ الدقيقة ترجع إلى كورة ترجع إلى رودريك كوسي يلعب الكورة مع أدم قرب يرجع الكورة إلى واسم بن يحيا يلقى الحل عند أدمال تاوس يوزع الكورة وتخرج ركنية الفائدة النيدي الأفريقي قاعد يحاول من جهة أدمال تاوس النيدي الأفريقي برشا ما حاول يشوفناها على مستوى الجهة اللي صار تقريبا بناء الهجمة بالنسبة للنيدي الأفريقي وركنية أخرى واسم بن يحيا واسم بن يحيا يلعب ما يسين للشميخي واسم بن يحيا يطلع كونباوري والمخالفة المخالفة لفائدة النيدي رياضي الأسفقسي بعد التدخل من كونباوري على محمد سولى اللي بملقى على أرضية الميدان هاي الإعادة بالسولى واسم بن يحيا في التوزيع كونباوري يتدخل مع محمد سولى أمامكم على السورة محمد سولى قلت لعب أهلي ترابلوس الليبي وكذلك المحرق والرفاع البحريني وتجربة جديدة مع النيدي رياضي الأسفقسي يرجع الكورة لفائدة النيدي رياضي الأسفقسي وأيمن دحمين أيمن دحمين اللي يتقلق كأبها ما يكون لفرصة باسيرو كونباوري في دقيقة ثمونتاش ترجع من جديد سامي الهمامي سامي الهمامي في تجاه باسيرو كونباوري نور الزماني للزاموري الزاموري يلعب مع محمد سولى بطريقة فنية سولى لكن الكورة تجاوز الخطنية محمد بن علي في توقيت 30 دقيقة لعب انتجا ما زالت حافظ هدف مقابل سفر للسي اس اس فعلا إذن هدف مقابل سفر ونحن نبحث عن ربما المستوى يعني أرفع وأرقى وإلى حد الآن دون انتظارات الحقيقة المقابلة هذه دون انتظارات الجمهير خاصة تجمع بين زوز من أكتاب كورة القدمة التونسية النيدي سفيقسي والنيدي الفريق إن شاء الله يكون المستوى أفضل يعني في الاربوع ساعة الأخير من الشوطة الأول وكذلك في الشوطة الثانية من هذه المباراة في مش مخالفة ترجع الكورة من كريس كواكولي سلح النيدي ريدي سفيقسي الهجوم المعاكس فما شوات يطلب الكورة يتحصل عليها على مستوى الجهة اليوم لهجوم النيدي سفيقسي في رأس شوات يمشي معها محمد سولى لكن تتفك الكورة وطبعا سوء تفاهم بين اللاعبين يستغلوا والمدافع ترجع الكورة من جديد في مناطق النيدي ريدي سفيقسي من نور الزمان الزموري تويلة فراس شوات يأخذ دفاع النيدي الأفريقي ومباشرة من سيمي الهمامي يعمل المراوغة بمهاجم النيدي سفيقسي يرجع بالكورة النيدي سفيقسي يحاول بعض الهدف عن طريق الهجومات خاصة بالاعتماد على فراس شوات وكذلك محمد سولى الليبي يعني كجناح أيمن ولكن ردة فعل الافريقي كانت قوية فقط من بصيرو كومباوري حاول بارتماء رأسية ولكن التعلق والإبداع كان من جانب حارس النيدي سفيقسي أيمن دحمان اللي خرج كورة إلى الركنية وخل فريقه متقدم في النتيجة بهدف مقابل سفر باستثناء ذلك ما شاد ناشى الشيء الكثير في هذا الشوطة الأول كورة ترجع في دفاع النيدي سفيقسي والرأسية تتعدى مباشرة إلى تميس لفريق النيدي النيدي سفيقسي الكورة الرأسية جيب تميس والتوقيت 32 دقيقة في هذه المباراة ترجع الكورة في دفاع النيدي سفيقسي محمد علي جويني محمد علي جويني لصبري شريتية صبري شريتية يلعب الكورة بالخطأ يأخذها قصاب خليل قصاب تتفكر الكورة كينغسلي سوكاري سوكاري في وسط الميدان ما تتعدى الكورة فما وسيم بن يحيا والبخالفة لقائد فريق الأفريقي تتنفذ بسرعة اسكندر العبيدي يلعب مع رودريك كوسي والحوار على الكورة مع وليد القروي نعرف الحوارات على مستوى وسط الميدان نادي سفيقسي معروف يعني بقوة وسط الميدان يلعب يعني بكينغسلي سوكاري ليرجع للفورمة سيمي في هذا الموسم كذلك وليد القروي وكريس كواكو اليوم موجود أساسي كذلك في التشكيلة نعرف قدرة هذا الثلاثي على مستوى الافتكاك وكذلك حتى على مستوى بناء الهجمة بالنسبة للنادي النادي سفيقسي تتعدى الكورة للحارس عطفة خيلي يلعب كورة طويلة على الجهة اليسرى ثم آدم التوس ويبقى لاعب النادي سفيقسي مرقى على أرضية الميدان يقوم لابس وتميس الكورة تعود لسالح النادي الافريقي تواصل غياب كذلك رباعي منتخب الأوسط بالنسبة للنادي سفيقسي اللي شارك في الدورة الترشيحية لكاسو ماما افريقيا موليتاني 2021 الدورة هذه في تونس الدورة الترشيحية تتواصل إلى يوم 27 ديسمبر علي أغرام عبدالله العام ليشرف الحباسي والبشير الأغرياني الرباعي المنتخب غايب في هذه الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر على فريق ندي النادي سفيقسي كورة لسالح الأفريقي خطيرة ولا تخلط لآدم قرب يسدد آدم قرب وجانبية بقليل ممتاز هذا اللاعب اللي قبل البلاء الحسن في لقاء الشبيبة يوم الأربعاء الماضي وكان سبب في ضربة الجزاء اللي عدل بها الأفريقي انتجه عن طريق يسين الشماخي ثم شوفوا هذه الكورة جانبية بقليل يعني على يمين الحارس عيمن دحمين كورة ممتازة قوية القيروين وعمل مباراة كبيرة كان يعني من واحد من الملعبية اللي تسبب في انتسار الأفريقي على شبيبة القيروين سامي أكيد من شبان اللي عاول عليهم النادي الأفريقي تقريبا تسعين بالمئة اللي فيكتيف نادي الأفريقي من شبان وأكاديميت النادي الأفريقي في في ظل يعني عقوبة المنع وفي ظل هذه الظروف الإدارية والمالية بالنسبة للنادي الأفريقي تلقى فيلة عند صغيرة النادي الأفريقي ترجع لكورة من جديد إلى سوكاري كينغس لي سوكاري إلى فرص شوات في رص شوات في رص شوات يدور بالكورة في رص شوات يلعب مع محمد سولة قص من سيمي الهميمي سيمي الهميمي يلعب معادي متاوس يرى وغادي متاوس يرجع لكورة إلى رودريك كوسي يمشي الكورة من جديد إلى خليل القصة بلمسة واحدة يخرج الكورة تيميس لفائدة النادي الأفريقي بعد ما ضربت في حسين بن علي أمامكم على الصورة حسين بن علي وتتغير التكتيك بالنسبة للنادي لدي سفيق سيمي من 4-4-2 إلى 4-3-3 في مقارنة بموراية الفارتة وقت نشوف الثلاثي سولة شوات وحسين بن علي في الخط الأمامي ترجع لكورة من جديد بمبدأ السلامة يرجع الحارس أيمن دحمين سابري شريطية الظاهير الأيسر الجزائري سابري شريطية أول مباراة رسمية مع النادي الرياضي السفيقسي كيف وكيف محمد سولة وانتظار زكريا المنصوري أيضا من اتدابات النادي الرياضي السفيقسي من نادي باردو الجزائري ترجع لكورة كريس كوكو يسم بن يحيا من جديد محمد علي الجويني في اتجاه محمد سولة محمد سولة يدور بالكورة يلعب مع كينغس لي سكري يمشي الحسين بن علي يرجع من جديد صبي شريطية بلمسة واحدة إلى محمد علي الجويني نور الزمان الزموري الزموري يطلع محمد بن علي على مستوى الجيال يمين مع ادم التاوس يبعد الاختر إلى اسام بن يحيا واسام بن يحيا يعطي الكورة للإفريقي من جديد مبدأ الفونتاج بالنسبة للحكم صادق السلمي تمشي للكورة من جديد يحيا سولة 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 محمد سولة محمد سولة يصوب فوق المرمى محمد سولة خطير الناذري للإسفقسي من جهة محمد سولة أمامكم الليبي ومحاولة اختير على المرمى عطف للدخالي قلت خطير الناذ büy للإسفقسي قلت من جهة محمد سولة محاولة أخرى كيف يمكن ناذري للإسفقسي ممكن لو كان تمرير من سولة ممكن تكون الفرصة أخ лю على المرمى ناذري اسفيقسي هاي الاعادة بالصورة محمد صورة يدور ياخذ راحة يصوب فوق المرمى فوق مرمى عاطف الدخيلي ولو انه فما اسبقية الفيفة بالنسبة للنيد رياضي السفيقسي على مستوى الادية والمستوى ايضا انتيجة مع محاولات بالنسبة للنيد الافريق في الشوت في دقيقة 18 من باسيرو كومباوري وكذلك ادم قرب في الدقيقة 33 ما شفنا شي يعني بس اثناء هذه الفورستين بالنسبة للنيد الافريقي وكذلك النيد رياضي السفيقسي ان شاء الله قمة تكون افضل على مستوى الادية في الفترة الثانية خاصة ان وقت نشوفه يعني ملعبية ومخزون كورو كبير موجود على ارضي تل ميدان سواء من النيد رياضي السفيقسي وكذلك النيد الافريقي ان شاء الله سلامات تمامكم على السورة سابري شريطية سابري شريطية ذن سيمي ملقى على ارضي تل ميدان واللعب متوقف ان ذكره انه سابري شريطية يعني المنتدبل جديد هذا الموسم ظهير ايسر طبعا 24 سنة العب في الموسم الماضي مع النصر حسين دي ولكن هو من اكاديمية بارادو وطبعا انت حكيت في بداية التعليق على هذه الاكاديمية التي تأسد سنة 2007 وكانت تحت شراف المكون الفرنسي المعروف جون مارك قيو اللي اسبق له تأسيس عديد بدير ستكوين سيمي في اوروبا وكذلك في افريقيا على غيران اكاديمية ابي جون اكاديمية لازيكا ميموزا اللي تخرج منها الثنائي كولو وياياتوري وكذلك المهاجم سالومون وكذلك المهاجم سالح النيدي سفيقسي عن طريق كينكسلي سوكاري يرجع بالكورة لكريس كواكو كواكو يضرب الكورة تخرج الى الروكنية الروكنية لصالح النيدي سفيقسي الروكنية على يمين الحارس عاطف دخيلي دائما لنتيجة هدف مقابل صفر هو صبري شرايتية هذا اللعب اللي كنا نحكي وليه منذ قليل هو اللي بشي نفذ الروكنية لصالح النيدي سفيقسي صبري شرايتية يستعد لتنفيذ الروكنية في توقيت 39 دقيقة لعب والحكم ينبه على الملعبية في منطقة الجزاء نعرفه الثنائيات والمحاصرة لبعض اللاعبين على غرار فراس شوات تتنفذ الروكنية ترجع من ويسام يحيا في موقع دفاعي وتجديد من وليد القروي قوية تضرب في الدفاع وتعود لسلح النيدي الافريقي عن طريق أدم قرب رقم سبعة في حوار مع رقم سبعة من نادي سفيقسي محمد سولى والكورة تخرج إلى التاميس لصالح النيدي الافريقي بسرعة الكورة ترجع وقعدين نتبعوا في نهاية شوات أسرع من بدايته والكورة تجيب تميس ثاني لكن لصالح النيدي سفيقسي وحبيت نرجع الأكاديمية بارادو لأنها تجربة تكون مثال سيمي للأكاديميات الرياضية منبع متامة ويهب خلقت الاستثناء في الكورة الجزائرية ومنحت كذلك الكورة الجزائرية تأشيرة العبور إلى أوروبا وتعزيز المنتخب الجزائري بطل افريقي 2019 بلاعبين ومويهب على غرار يوسف عطال وكذلك رامي بن سبعيني هذه إعادة لآخر عملية واللعب متوقف باعتبار فما مخالفة ارتكبت على اللعب كينغ سلي سوكري النيدي سفيقسي في انتظار التعرف على منافسه في الدورة التمهيدي الثاني لربطة أبطال أفريقيا بعد مععاد الاتحاد الأفريقي برمجت لقاء مولدية الجزائر وفريق بوفاريز البنيني في إطار الدورة الأول إلى اليوم السبت طبعا المباراة تنتلقي بدولي تسعم تليل في ملعب خمسة جولية بالجزائر ونعرف اللي الفريق البنيني لم يتمكن من السفر إلى الجزائر في توقيت المقابلة الرسمي والاتحاد الأفريقي عاد برمجت هذه المباراة إذن النيدي سفيقسي باش ينتظر إلى حدود مساء هذا اليوم باش يتعرف على منافسه في الدورة القادمة أما مولدية الجزائر أو الفريق البنيني هذه الكرة ترجع إذن لسالح النيدي سفيقسي بعد المخالفة ثم كيريس كواكو ويرتكب مخالفة على اللعب الأفريقي اللعب رقم ستة عشرين من النيدي الأفريقي معز حاج علي أول مشاركة لهذا اللعب اليوم في تشكيلة النيدي الأفريقي أكيد إن شاء الله أيضا بالتوفيق للتراجع النيدي تونسي كذلك في ربيط الأبطال الأفريقية والنجبر الساحلي عند مباراة ضد المقاولي العرب والاتحاد المنستيري ضد آل التراملس الذي تدرب فيه المدربة التونسي جلال القادري ترجع الكورة بجديد للنيدي الأفريقي ويسام بن يحيا ويسام بن يحيا يتول الكورة في تجاه محمد دعليل جويني يجويني يبعد الاختار على المناطق ترجع من جديد الكورة اللي فائدة النيدي الأفريقي ويقول الحكام المساعد الأول تسلل على مهاجم النيدي الأفريقي آدم جرب من شبان الوحدة وينتظرها مستقبل كبير خاصة نعيني النيدي الأفريقي يعني بشبان والموسم الماضي قدم آدم التوس وخليل القصاب يعني وأسكندر العبيدي مباريات كبيرة مع النيدي الأفريقي وتتواصل اليوم في قمة الكلاسيكو تقريبا تسعين بالمئة كما قلت من كثيف النيدي الأفريقي كل من الشبان ترجع الكورة بجديد أيمن دحمان في رس شوات تمشي لحسيم بن علي حسيم بن علي حسيم بن علي في رس شوات إلى محمد سولى محمد سولى يرفع الكورة تمشي إلى رودريكو سي ترجع التصويب كل قوة من وليد القروي وليد القروي يسوب كل قوة فوق المرمى وليد القروي من مركز تكوين الشبان الأبناء النيدي في قلعة الجديد وهي الإعادة للتصويبة من وليد القروي فوق مرمى عاطف الدخيلي عاطف الدخيلي أمامكم الحرس الأول بالنسبة للنيدي الأفريقي موسم متميز الموسم اللافارة مع النيدي الأفريقي يتواصل هذا التمييز مع النيدي الأفريقي في حراسة الشبك هذا الموسم أرجع من جديد الكورة أدم قرب إلى كريس كواكو كريس كواكو يتواصل الكورة في اتجاهها في رص شوات في رص شوات مع اسكندر العبيدي في رص شوات يدخل جزائه في رص شوات في رص شوات والتدخل من سيمي الهامامي قلق برشا في رص شوات خط دفاع النيدي الأفريقي أبرس لعب تقليل في المباراة سيمي موكي انسحب الهدف منذ دقيقة الساة لفائد النيدي رياضي السفيقسي قلت شوات فورما كبير مع النيدي رياضي السفيقسي منذ عوته من فريق أبهل سعودي خاصة أنه في تونس نفتقد كثيرا لخطة رأس الحرب وكيد في فرمة شوات سيكون الحل بالنسبة لمنظر كبير مدربا لمنتخب الوطني التونسي في قدم المواعيد سابريل شريطية نفذ الركنية يطلع محمد عليل جويني في رأس شوات في رأس شوات كريس كواكو والحكام الصادق السلمي يقول الكرة لمست في مدافع النادي الافريقي تخرج ركنية من الجهة المقابلة وحسيم بن علي هو البشي نفذ الركنية بالنسبة للنادي الرياضي الاسفيقسي بصراحة شفنا النادي الرياضي الاسفيقسي أكثر في هذه الفترة الضغط على خط دفاع النادي الافريقي وعديد الفرص التي توفرت للنادي الرياضي الاسفيقسي من محمد سولى كذلك في رأس شوات وهذه ركنية أخرى من حسيم بن علي ينتظر للتنفيذ وحسيم بن علي ينفذ الركنية يطلع رودريكو سي يبعد الكرة من جديد إلى حسيم بن علي حسيم بن علي في اتجاه خليل القصاب تمشي إلى فرص شوات فرص كينغس ليسوكاري كينغس ليسوكاري يرفع الكرة أرجع من جديد من خط دفاع النادي الافريقي في رص شوات المتابعة قص من سيمي الامامي إلى باسيرو كونباوري هجمة معاكسة باسيرو كونباوري باسيرو مع كريس كواكو يدخل كريس كواكو ثم نور الزمال الزموري يمشي الكرة في يد عطف دخيلي في 45 دقيقة لعب تقريبا سوفينا يعني التوقيت في هذه الفترة الأولى حافظ قلنا يعني هدف مقابل سفر بالنسبة للنادي الاسفيقسي مع بعض الفرص بالنسبة للنادي الافريقي على أمل أنه ترتفع يعني يرتفعنا سق هذه القمة مع الشوطة الثاني شاء الله نشاهد شوط ثاني يكون مغير هذا الشوطة الأول وتكون فيه يعني هذه القمة تفيه بكل وعودة خاصة على مستوى يعني الأهدفه كذلك على مستوى جمالية اللعب زوست قايق وقت بديل في الشوطة الأول يعني مش العيش والآن زوست قايق لأنه دخيقنا 45 لنهاية المباراة بوقتها الأصلي والمبادد والكرة تخرج إلى التميس لصالح النادي الافريقي الكرة ستعود بالتميس يمشي اللعب تاوس لتنفيذ التميس أدم تاوس يتنفذ التميس وإعادة التنفيذ حكم يطلب صدق سالمي إعادة تنفيذ التميس للنادي النادي سفيقسي ما كانش من مكانه ودقيقه وبعض الثواني لنهاية الفترة الأولى النادي الافريقي اختف فوز مهم ومثير من شبيبة القيروين اللي كانت متقدمة في انتيجها بهدف مقابل سفر ورغم صغار سنة الأغلب الملاعبية مثل الافريقي يتمكن الفريق من رد الفعل بعد هدف الشبيبة وحقق ثلاثة نقاط مهمة في بداية سباق البطولة ترجع الكرة عند أيمن دحمين يرفع الكرة وفي وسط الميدان ترجع الكرة من جديد للسلح الافريقي عن طريق معز حاجعلي معز حاجعلي هذا اللعب اللي طبعا استوفى عقوبة الإيقاف لأربع مبارئة سلطت عليه في الموسم الماضي مع صنف النخبة وطبعا كمل العقوبة زوز مقابلات مع صنف النخبة في الموسم الماضي وزوز اللقاءات لمتابي داية الموسم هذا مع الأكيبر كمل العقوبة متاعه اليوم أسيسي في التشكيلة يعتمد عليه كذلك لسعد دريدي إلى جانب مجموعة كبيرة من الأسماء الجديدة كذلك هذا الموسم على مستوى الشبان قرب معز حاجعلي أيوب بن مشارق وغيث الزعلوني اللي يعتمد عليه كذير أيمن كذلك في المبارئة السابقة ترجع الكرة بمخالفة لصالح النيدي الأفريقي استوفينا كل التوقيت تتعب الكرة الثبتة ترجع من دفاع النيدي سفيقسي والحكم في هذه الأوينة مشاهدين الكرام على الوطنية الأولى صدق سلمي يعلن عن نهاية الفترة الأولى هنا في ملعب المهيري بسفيقس في لقاء الكلاسيكو بين النيدي سفيقسي ووظيف النيدي الأفريقي بتقدم النيدي سفيقسي بهدف مقابل سفر هدف الخمسة دقائق لولا عن طريق فراس شوات إذن هدف مقابل سفر هذي ينتيش تشوط الأول وسنعود إن شاء الله مع بداية الفترة الثانية شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء بعد قليل شكرا لكم على المتابعة